اشتركوا في القناة 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 برنامج الحكومة بخطط بتبقى ان شاء الله هتكون في متابعة احنا تعهدنا ان بنقدم تقرير نصف سنوي لمجلس النواب ولكن احنا على مستوى مجلس الوزراء حيكون هناك متابعة شهرية للانجازات اللي بتتم في الكل وزارة علشان نبقى قادرين ان شاء الله على المتابعة بحيث لو حصل اي نوع من الانحراف نكون قادرين على يعني تعديله او تصويبه باسرع وقت ممكن فالحقيقة يمكن كان هناك تأكيد ايضا على التواجد في الجولات الميدانية ومتابعة العمل الميداني من كل السادة الوزراء في خلال الفترة القادمة والاستمرار على هذا الموضوع يعني الموضوع مش يعني انا قلت هلهم كده ممكن تكون هناك حماسة يعني في الفترة الاولى وبالتالي انا مش عايز ان انا لاقي من السادة الوزراء بعد كده ان الموضوع يعني فتر حماسهم وما بقاش فيه الزيارات الميدانية هذا الموضوع لازم يبقى جزء من اجندة العمل الاسبوعي لكل وزير انه يبقى موجود فيه مواقع مختلفة للعمل علشان يبقى بيتابع بنفسه وما يبقاش فقط انه هو بيتلقى تقارير عن انجاز العمل وقلت لهم انا طبعا يعني هيبقى احنا كمجلس وزراء وانا يعني دي يعني جزء من ابرار دو اجندتي ببقى موجود وحضراتكم عارفين كل اسبوع بيبقى فيه عدد من الزيارات الميدانية وحنبدأها ان شاء الله اعتبارا من الاسبوع القادم ان شاء الله في خلال هذا الصدد دي النقطة اللي حبيت ابدأ بيها الحاجة التانية الحمد لله احنا يمكن زي ما حركم تابعته بدءا من يوم 21 يوليو فعلا وقفنا خطة تخفيف الاحمال والحقيقة يمكن انا بواجه الشكر لكل القائمين في وزارة الكهرباء ووزارة البترول على هذا الموضوع وعايز اقول لحضراتكم ان اللي بيتعمل الموضوع مش بسيط وانا عايز اوجه الكلام للمواطن المصي عشان يبقى عارف حجم الجهد اللي بيتعمل الموضوع مش فقط كمان موارد مالية لان حجم الاستهلاك اللي احنا حصل في خلال اليومين اللي فاته فوق اي تصور كان ممكن يبقى موجود احنا تجاوزنا التمانية وتلاتين جيجا يعني وصلنا تمانية وتلاتين ونص جيجا ارقام حجم استهلاك فوق ما يمكن ان احنا كنا ممكن نتخيله حيتقاله وانتو مش مخططين لهذا الموضوع لا احنا كنا حطين الدراساتنا لكن محدش كان متخيل موجات الحر اللي موجودة النهاردة ودرجات الحرارة اللي بهذا الشكل ومتواصل على مدار مش بتقعد يوم ولا اتنين ده بنقعد اسبوع كامل بهذه الدرجات الحرارة فارقام مخلية ان الموضوع احنا في حالة طوارق مستمرة على مدار اليوم وعلى مدار الساعة وبالتالي بقى حجم استهلاكاتنا من مختلف انواع الوقود الى اقصى حجم ممكن انا بتكلم هنا على غاز طبيعي بتكلم على مزوت وبتكلم على سولار ابتدينا ندخله ايضا عشان نؤمن توليد الطاقة للدولة المصرية كلها ارقام هائلة النهاردة الدولة المصرية مش احنا كدولة مش بقول الحكومة احنا كمصريين بنتحملها علشان نقدر ان احنا نؤمن 24 ساعة بلا انقطاع طيب مع اول يوم ارزكر حضراتكم الاسبوع اللي فات انا قلتلكم احنا وقفنا خطة التخفيف ما بقاش في حاجة اسمها ساعتين ولا ثلاثة لكن وارد وقلت ان ممكن يحصل ازمة بسبب الظروف يحصل نتيجة لكده مشكلة في منطقة ما دي كانت حتحصل او بتحصل قبل حتى ما نعمل خطة تخفيف احمال كانت بتحصل في اوقات عادية وبتحصل في كل الدول مش عندنا بس ان ممكن تحصل مشكلة في منطقة معينة مولد او محول كهربائي يعني يحصل في عطل فتحصل ازمة في منطقة معينة وده اللي حصل في اول يوم وعلى طول ابتدت الاثارة وان الكلام ده الحكومة يعني هو بجد بدأ والتخفيف ولا لا احنا قلنا هذا الكلام بمنتهى الشفافية ووارد انها تحصل في خلال الفترة الجاية وعايز اقول لحضراتكم ده نتيجة للارتفاعات الرهيبة في درجات الحرارة عندنا بعض المحولات والحاجات بتبقى يعني بقالها فترة زمنية معينة فبالتالي عمرها او تصميمها وقت ما اشتريناها انها ما تتحملش هذه النوعية من درجات الحرارة العالية جدا فوارد ان ممكن يحصل فيها عطل طب احنا بنعمل ايه على طول بنتدخل كمجموعة ازمة ممكن العطل يستغرق ساعة اثنين تلاتة لكن في الاخر بنحلها فبس دي انا باكد فيها للمواطن المصري ان وارد تحصل في بعض المناطق هذه النوعية من الاعطال وبنتعامل معها زي اي عطل بيحصل في اي منطقة فدي انا باكد عليها لان على طول ابتدى يحصل تشكيك في ان الدولة ملتزمة بهذا الكلام فانا بس حبيت ان انا اكد لهذا الموضوع لان وارد انها تحصل وتتكرر مع الارتفاعات الهائلة في درجات الحرارة يعني انا عايز اقول لحضراتكم مع الحمل اللي موجود والاحمال اللي موجودة بعض الاسلاك والكابلات كانت بتنصهر من ارتفاعات والتشغيل الكبير ده مش معناها ان فيه خطأ او اي حاجة هي ظروف استثنائية بتحصل نتيجة لكده احنا على طول بنتعامل بيبقى عندنا ايه اللي بيحصل عندنا اكتر من مصدر ممكن يغزي نفس المنطقة فبنتعامل ولو حصل حاجة اطعطل ندخل من منطقة اخرى او المنطقة البديلة او ان احنا بنتعامل مع العطل نتيجة لزروف اه يعني ازمة حصلت مفاجئة وبنحلها على طول فانا حابب بس ان انا اكد حنستمر في هذا الموضوع والحقيقة التنصيق على مدار اليوم ما بين الكهرباء والبترول في هذا الشأن والاهم طبعا مع السيد وزير المالية لان احنا بنضبر اعتمادات مالية كبيرة وانا عايز ااكد لهذا الموضوع احنا كدولة وقلنا ان احنا حنلتزم على نهاية العام بيعني حل المشكلة بصورة نهائية ان شاء الله وان شاء الله نكون قادرين على هذا الموضوع ولكن تبعات هذا الموضوع وانا اكدت عليها وقلتها قبل كده الدعم الكبير جدا او الفرق الكبير والكلفة ده لا يمكن الدولة المصرية تتحمله عشان كده وقلناها اكتر من مرة ان احنا بنتدرج بطريقة مخططة في زيادة اسعار بعد هذه الخدمات بصورة متدرجة ومتأنية علشان ما نحملش بصورة كبيرة جدا على المواطن وعشان ما نعملهاش مرة واحدة عشان كده يمكن لما طلعت وقلت ان احنا حنتدرج في زيادات اسعار المنتجات البترولية حناخد سنة ونص علشان فقط اوصل لنقطة التوازن وقلناها بغاية نهاية ديسمبر خمسة وعشرين عشان نقدر نقول ان احنا وصلنا لعملية التوازن في موضوع الدعم اللي يقدم للمنتجات البترولية ودي نقطة احنا بناخدها بصريقة متدرجة عشان ما تأثرش في التضخم وعشان ما تسمعش بصورة كبيرة مع المواطن وتمثل عليه اعباء مالية لكن لازم احنا كدولة لان لا يمكن ان احنا نتحمل الى يعني الى مالة نهاية حجم الهائل في فرق الدعم اللي كل مرة بيزيد كل سنة بيزيد او كل فترة عمال يزيد نتيجة ليه حجم الاستهلاك الكبير اللي بيزيد والاسعار العالمية اللي بقت موجودة اللي عايز اطمن حضراتكم عليه احنا مش سكتين فقط عشان اعدي الصيف ولا عشان النهاردة ان انا فقط اتكلم على الفترة القادمة لكن احنا حطينا وحطين حلول النهاردة وزارة الكهرباء وزارة البترول ازاي يبقى على الصيف الجاي عندي احتياطيات كبيرة تؤمن الدولة المصرية ويمكن انا اتكلمت على هذا الموضوع من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة ازاي نزود كميات كبيرة في الشبكة خلال الفترة الجاية ازاي نعتمد على عملية منظومة الربط الاقليمي مع الدولة العربية المختلفة عشان نقدر كلنا مع بعض نستفيد بمعنى ايه ان انا ممكن لما بزود ربطي مع الدول المجاورة ممكن في فترة معينة بيبقى عندي انا مش هي دي ساعات الزروة هو بياخد مني كهرباء واجي بعديها في وقت الزروة بتاعي انا اخد منه فيبقى بالتالي احنا اللي اتنين بنساعد بعض هو ده الفكرة اللي احنا بنشتغل عليها وان احنا بنسرع في عملية الربط الكهربائي مع كل الدول المحيطة طبينا علشان نقدر ان احنا نفيدهم وايضا احنا كمان نستفيد لان ده بيفيدنا في تقليل الاحمال في وقت الزروة في خلال الفترة القادمة انا عايز بس اقول لان اللي الواحد شافه في خلال الاسبوع اللي فات يعني انا كنت بقولها لحضركم بقى حجم تصارع الصدمات الخارجية والاحداث اللي كل شوية بتحصل فوق ما يعني حضركم يعني نبقى متخيلين يعني احنا الحمد لله ربنا كرمنا في موضوع الكهرباء ووعدنا وان شاء الله ربنا قدرنا وحنفضل ملتزمين به لكن اذا كنا ناخد بالنا في نفس الاسبوع يوم الجمعة حصلت المشكلة الكبيرة بتاعت التقنيات واتدى يتقال ان فيه هجمة سبرانية عالمية غير مسبوقة وبعد ما الدنيا كلها قامت في العالم كله واضطرينا ان احنا طبعا على طول كان في نفس اللحظة اتفتح الازمة وبتدينا نتابع الموضوع بعد كده تبين بما لا يدع مجال الشك ان هو مشكلة تقنية فنية حصلت في تحديث برامج وحماية والكلام ده كله قدت ان ان هو كان البرنامج مش مش معمول بطريقة سليمة من الشركة العالمية وراح موقع ال 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 كمبيترات واجهزة حاجات كتيرة واثر على الطيران وعلى البنوك وعلى كل ده في كل حتة في العالم النهاردة كان ده محور نقاش وكان لسه من يوم او اتنين كنا عاملين اجتماع مبارح لهذا الموضوع ولكن النهاردة خدنا اجراءات وقرارات جوه مجلس الوزراء عشان تحسبا من لو لقدر الله في هجمات سبرانية او لو حصلت مشكلة زي دي تانية حنتعامل معها ازاي انا كل ده بقوله لان على طول بتطلع يعني احنا كل يوم يعني انا يعني انا بتكلم بمنتهى الامانة والشفافة معك كل يوم بنسحق مع مجموعة شائعات وحاجات بتطلع هدفها انها تعطي انطباع سلبي للمواطن المصري واحنا مطالبين على طول ان احنا نتعامل ونطلع ونرد على هذا الموضوع زي ما طلع كده وتقال يعني اه الموضوع بتاع مصر اتشال من صندوق النقد الدولي والبرنامج والكلام ده كله واحنا مش واخدين بالنا واحنا بنطلع حاجة زي كده ازاي ممكن نضر بالوضع بتاع البلد اللي بيطلع هذه الكلام وبيبعايز ان هو يعني يقول انا بعمل صدق بهذا الموضوع وهو مش واخد باله هو ما تحراش حتى الاول هو الكلام ده صح ولا لا مش واخد باله ان ممكن ده يكون ليه تداعيات سلبية جدا على البلد في هذا الموضوع برضو تحركنا وتواصلنا وعملنا وطلعت البيانات اللي بتؤكد ان الملف بتاع مصر موجود وزي ما هو في البرنامج فوجئنا بعدها بيوم باشيعة سقوط طائرة مصرية معرفش في يعني حضركم كمصريين لازم ناخد بالنا في ناس قعدة يعني انا اسف متفرغة ليه ازاي اننا اشيع حالة من الطاقة السلبية والاحباط في الدولة المصرية فلازم نبقى واخدين بالنا ان احنا الامور ازاي ماشية واحنا كدولة يعني بنتعامل والحكومة بتطلع وبتتكلم بصورة عامة لكن احنا كمان لازم نبقى واخدين بالنا من تدعيات اللي بيحصل ان كل يوم فيه غرض ان يعني يبقى فيه نوع من الاخبار يعني انا اسف المغلوطة والسلبية اللي يعني تؤدي ان الناس تبقى يعني مهمومة وزعلانة ان في حاجة بتحصل وده جزء من اللي احنا قلنا عليه حروب الجيل الرابع والخامس اللي بتحصل على مستوى العالم فلازم ان احنا كلنا نبقى وعيين بهذا الامر علشان نبقى عارفين قد ايه في الظروف اللي احنا فيها واللي زي ما حضركم شايفين بدون يعني اتكلم في تفاصيل كل يوم في حتة في العالم بيحصل حاجة وتغيرات بتحصل وتدعياتها على العالم كله بما في مصر فعشان كده يعني انا حابب ان احنا لازم يبقى عندنا نوع من الثقة ما بين المواطن والدولة باجهزتنا ان احنا بقدر الامكان بنحاول نتعامل مع مناخ يعني في حالة عدم يقين غير مسبوقة وازاي ان احنا بقدر جهدنا بنحاول ان احنا نحل الازمات اللي موجودة وان شاء الله ربنا يقدرنا على هذا الموضوع ودايما هنكون حريصين من خلال هذا المؤتمر ان احنا نرد على اي شيء يثار في هذا الامر الشيء الجايد طبعا ان احنا يمكن الاسبوع اللي برضو الماضي كنا يعني عقدنا اول اجتماع للمجموعة الوزرية الاقتصادية والمجموعة عشان برضو اثير هذا الموضوع المجموعة التشكيل بتاع طبيعي التشكيل المجموعة هو اللي موجود بقاله يعني عشر سنين واكتر يعني نفس التشكيل ولازم بيضم كل الوزرات وايضا البنك المركزي لان احنا بنتكلم على الاقتصاد بتاع البلد كله واي قضايا بيناقش فيها جوه مجموعة الاقتصادية بيبقى لازم فيها الشقين النقدي والمالي لما بنيجي نتكلم على موضوع يعني تدبير المنتجات البترولية ده لازم البنك المركزي يبقى معانا لان الموضوع مش تدبير عملة محلية فقط ده تدبير عملة صعبة لما بنتكلم على منظومات وقرارات معينة لازم يبقى معانا البنك المركزي لان ده كله بيؤدي او بيؤثر على الاقتصاد بتاع الدولة المصرية لكن الشيء المهم جدا اعتقد وده رسالة مهمة لانها اثيرت حتى واحنا موجودين في البرلمان على موضوع الدين وانا اتكلمت على هذا الموضوع بصورة واضحة جدا وقلت احنا كدولة شغالين بجهد كبير جدا على السيطرة على الدين وتخفيض الدين اعتقد الارقام اللي وظهرت والبنك المركزي اعلنها ان الدين الخارج المصر كان في ديسمبر 168 النهاردة بقى 153 وشوية يعني الحقيقة يعني نزول كبير جدا اكتر من 14 و2 من 10 مليار دولار في خمس شهور الاحتياطي بتاعنا اللي زاد بصورة كبيرة جدا الاهم اللي ما نطلق عليه صافي الاصول الاجنبية للبنوك المصرية في الخارج ده كان ناقص 27 مليار بالثالب يعني معنى كده ان البنوك المصرية كانت في وقت ما من فترة كانت بالناقص النهاردة الحمد لله بفاقد اكتر من 10 مليار دولار ده جهد كبير جدا اتعمل في ضبط المنظومة اللي موجودة في الدولة وده جهد الحقيقة طبعا انا بنتهز الفرصة وبوجه الشكر الزميلي ايضا محافظة بنك المركزي لكن الحمد لله ده كان جهد جماعي احنا شغالين فيه كلنا على خلال الفترة اللي فاتت الحكومة مع البنك المركزي ومستمرين في تنفيذ هذا الموضوع عشان اللي احنا قلنا ان لازم ناخد مصار الدين سواء الدين المحلي او الدين الخارجي للمصار النزولي وبالتالي اجراءات الترشيد اللي بتتعمل المشروعات اللي احنا بنعملها النهاردة الجزب الاستثمارات الخارجية وتشجيع التجازب الاستثمارات الخارجية اللي احنا بنقول ان احنا نستفيد من الاصول الغير مستغلة للدولة عشان نقدر نجيب فيها دولار نشجع القطاع الخاص اكتر ان هو يدخل في شركات مع شركات عالمية ويجيبهم ويخليهم يوطنوا الصناعة هنا ده ما ورناش حاجة لغير هذا الموضوع لشان الدولة العملية ان شاء الله تنطلق بالانطلاقات الكبيرة اللي احنا اتكلمت فيها المرة اللي فاتت وحنفضل نتكلم فيها لان ده شغلنا الشاغل كدولة في خلال الفترة القادمة الملف المهم واللي انا الحقيقة بتكلم عليه موضوع برضو مستحقات الشركاء الاجانب في قطاع البترول احنا قاعدين شغالين عليه اجتماعت مع السيد وزير البترول وحطين خطة والحقيقة هو واحد من اكبر الشركاء اللي معانا شركة ايني الايطالية تم الاتفاق على يعني سداد الالتزامات اللي علينا كدولة ونتحرك في هذا الموضوع مع بقية الشركاء لان كل اللي يهمنا كل ما حنقدر نجدول ونلتزم معاهم كل ما هما حيزيدوا من عمليات الانتاج والاستكشاف في الفترة القادمة لان كل شغلي مش فقط ان انا يعني اقلل من استخدام الموارد البترولية والكلام ده كدنا لكن لازم ازيد الانتاج المحلي بتاعنا ونرجعه الى ارقام اعلى من اللي كانت عليه فيما سبق انا بس بأكد على هذه النقاط علشان احنا هدفنا الفترة الجاية ان احنا نشجع مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول وبالذات في الزيت الخام والغاز للفترة القادمة انا عايز هنا بس اشرح لحضراتكم ايضا احنا اخر ودي كانت اخر نقطة عايز اتكلم فيها انا اتكلمت على ازمة الدواء وقلت لحضراتكم ان احنا شغالين على هذا الموضوع وان شاء الله في خلال ثلاث شهور يعني حنقدر ان شاء الله نتجاوز هذه الازمة زي ما قدرنا الحمد لله ربنا كرمنا في موضوع الدولار وفي موضوع الكهرباء بنتحرك مع ذلك طبعا انا عارف اثير برضو على مدار الفترة اللي فاتت ما هو فيه نقص والكلام ده كل وانا قلت ان احنا ان شاء الله فيه ادوية في خلال شهر هتبقى نقضي على عملية النقص الادوية وحنبدأ بعديها الشهر اللي بعده حتدخل مجموعة تانية والشهر التالت حتدخل مجموعة تالت عشان نخلص هذه الازمة لكن نتيجة لان برضو اثير هذا الموضوع وكان ما صار كلام وتعليقات انا تعمدت ان انا اجيب الدكتور علي الغمروي معايا رئيس هيئة الدواء عشان يدينا كده في عجالة تفصيلا ايه اللي هيحصل في خلال التلات شهور الجاية في هذا القطاع عشان يبقى المواطن المصري مطمئن الى ان احنا ان شاء الله هنرجع تاني عملية الاتزان في سوق الدواء فحستأذنكم الدكتور علي كده سريعا تدينا في دقتيني دكتور علي الموقف وبعد كده نفتح المجل اسئلة حضراتكم جميعا تفاضرة دكتور شكرا دولة الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم الاول كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر طيبة بالنسبة عيد الصورة صورة 23 يوليو طبعا انا عارف ان موضوع الدواء موضوع ياخد اهمية كبرى اليومين دول انا حابب بس اطمن الجميع ان دي ازمة ومش عايزة سميها ازمة هي دي مرحلة واتعدي لكن عشان اقول هو سبب اللي حصل ده احنا وصلنا له ليه وصلنا له عشان احنا مفروض ان اربعين في المية تقريبا من كل منتج دوائي بيجي مستورد من برا وبالتالي الجزء اللي داخل وبيستهلك العملة الاجنبية اربعين في المية من كل منتج دوائي بيتدول داخل جمهورية النصر العربية فبالتالي كنا محتاجين ان احنا نوفر دولار علشان المادة الخام المادة الخام بتقعدة احنا بنجيبها من دولتين رئيسيتين الصين والهند وهي دي المسؤولة عن 85% من المواد الخام لكل العالم مش بس المصر عدم توفر العملة في الفترة اللي فاتت او نقصها في الفترة اللي فاتت اثر على المخزون الاستراتيجي اللي موجود من العملة سوري من المواد الخام في 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 المصانع طيب هو المصنع مفروض يشيل مادة خام قديه المصنع مفروض بيشيل اربع شهور مادة خام تلات شهور بمواد خام شهر على المكنة يعني وورك ان بروغرس او اه انتاج يعني تحت الانتاج وبعدين في شهرين عند الموزهين وشهر في الصيدليات دول سبع شهور النهاردة كل ما كان في ضغط على العملة الاجنبية وعدم توفرها كان بياخد من المخزون الاستراتيجي اللي موجود في المصانع ده ابتدى يقل فلما ابتدى يقل ابتدى يأثر على تواجد بعض الادوين احنا كنا ملاحظين ده علشان نرجع نعيد انتاج او نعيد بناء المخزون الاستراتيجي من المواد الخام ده اللي احنا بنعمله النهاردة اكتر من المبادرة طبعا في مبادرة دلوقتي اه بندرسها ان احنا ازاي نساعد المصنعين ان هما يبنوا مخزون استراتيجي عشان نرجعه مرة تانية للاربع شهور بنشتغل دولاتي مع هيئة الشراء الموحد وده ضلع فعال في المنظومة ان ازاي نبني مخزون استراتيجي من المواد الخام الاساسية اللي احنا حددناهم حوالي خمسمائة وتمانين مولكيول او خمسمائة وتمانين صنف دوائي عشان اقول هل في نقص فعلا في الدواء ولا ما فيش نقص في الدواء عشان نعرف كلمة نقص هل النقص ده حاجة خاصة بمصر بس لا هي موجودة في كل انحاء العالم حضراتكم وعندوكو الطلاع على كل الهيئات في كل الدول المجاورة سواء في 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 العالم العربي او في افريقيا او حتى في اوروبا منتهى البساطة بتدخل على الموقع بتاع اي هيئة دواء وشوف في اي دولة سمي اي دولة هتلاقي حضرتك ان فيه لستة من المستحضرات اللي نقصة يعني انا مش عايزة سمي بلاد بانها لكن بلاد كتيرة اه اه هنعمل ايه اللي هيدخل حيبدأ في خلال شهر واثنين وثلاثة يتحلع. تمام. احنا حددنا واحد وتمانين مجموعة علاجية واحد وتمانين صنف دوائي هم دول اللي فيهم النقص. النقص النهاردة علشان اقول ان ده نقص هل مفيش مسيل ليه مادة فعلة لا فيه مسائل يعني احد المواد الفعلة خلينا نسميها مش عايزة سسمي الاسم العلمي الاسم التجاري لكن هسمي الاسم العلمي البيزو برونون. ده احد الادوية المشهورة جدا للقلب. رصدنا فيه نقص دوائي. فيه خمس مستحضرات بنفس المادة الفعالة دواج ده في السوق. لكن اصرارنا على ان انا اشتري الاسم التجاري هو ده اللي عامل ازمة. احنا لازم النهاردة نغير الثقافة بتاعتنا. ان احنا بدل من نروح للاسم التجاري نروح للاسم العلمي. اي علبة مكتوبة عليها الاسم التجاري وتحتها بخط اصغر الاسم العلمي. هو ده اللي يهمني. هو ده اللي بيعالج. هو ده الفايدة هنا. فبدل ما اروح للاسم التجاري للصنف اروح للاسم العلمي. هو نفس المادة. بس بدل العلبة ما يزرقى ممكن تبع علبة حمرة ممكن تبع علبة صفرة لشركة اكس واي زد. هو ده اللي احنا عايزين ان يبقى ده ثقافتنا في الوقت ده. ايه تاني مطلوب مننا? مطلوب مننا ان هنغير حتة التخزين بتاع الدواء. النهاردة اي واحد بيحس ان الصنف بتاعه بقى بيسأل عليه في صيدلية واتنين بقى بيخزن الدواء. بدلا ما ياخد استهلاك شهر بياخد ثلاث شهور. دي مشكلة دي بتسبب في زيادة الازمة. بعض المجموعات العلاجية وبعض الادوية بعينها لها بدايل كتير جدا محلية. انا مش لازم اروح لدواء مستورد. ممكن نروح لدواء محلي. كل دواء مستورد لبديل محلي. احنا عاملين موقع على موقع الهيئة اسمه توافر. حضراتكم تقدر تدخلوا عليه? بتكتب اسم الصنف بيزهر لك ايه المثيل بتاعه. في عندنا رقم الهيئة خمستاشر تلتمية واحد. حضراتك بتتصل بخمستاشر تلتمية واحد بيرد عليك حد من الهيئة بيقول لك الصنف ده مش موجود او موجود في الصيدلية الفلانية بيوجهك لا ارب صيدلية. ولو مش موجود يقول لك ايه البديل بتاعه? نداء ان احنا نتجه شوية الى الاسم العلمي بدل الاسم التجاري. ده نداء وده اللي احنا عايزين نقول ان احنا مع النهاردة توفير الكلام ده والخطة اللي اتفقنا فيها مع المصانع في خلال التلات شهور الجاية حتى. ده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي ان اكبر عدد من الفواتير الاستيراضية للمواد الخام دخل في شهر مايو احنا عادة بندخل في حدود الف فطورة استيراضية للمواد الخام في شهر شهر مايو الف وتسعمائة فطورة. ده معناها ان عدد المواد الخام اللي دخلت جوا البلد هو ده اللي بيتحول الى منتج نهائي في خلال التلات شهور اللي جايين نفس الشيء في يونيو وفي يوليو عدد الفواتير اللي دخلت من المواد الخام كبير جدا فده انا حابب اطمن ان في خلال التلات شهور اللي جايين أزمة الدواء إن شاء الله هتتحل بإذن الله شكرا نفتح الباب لو فيه أي أسئلة من حضركم معا لدولة رئيس الوزراء حماد العربي أنا تني للأخبار النهاردة في صباح هذا اليوم كان فيه اجتماع لسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح سيسي مع سيادتك ووزير الكهرباء ووزير البترول الدعم الذي سوف توليه الحكومة لمشروعات الهيدروجين الأخضر كمشروعات مطروحة لحل أزمة الطاقة بشكل كبير وأزمة الكهرباء إضافة طبعا إلى مشروعات الرياح ولدينا معلومات أن الحكومة لديها عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية والعربية في هذا الشأن المرحلة القادمة ماذا سوف تضيف الحكومة لهذا الملف حتى تتم التأكيد على قرب انتهاء أزمة الطاقة واستغلال البدائل المحلية المصرية سوى منطقة الرياح أو منطقة الشمسية إحنا يمكن تقديرات تم عرضها النهاردة أن الصيف الجاي أو الفترة القادمة حيبقى محتاجين عشان يعني ما يبقاش عندنا مشكلة إن شاء الله على الأقل 4000 ميجا إحنا بالفعل أنا بس عايزة أوصل لحضركم في عقود تم توقيحها لطاقة جديدة ومتجددة حتى هذه اللحظة وحتدخل قبل الصيف الجاي إن شاء الله 2650 فإحنا كل المتبقي من الـ 4000 1350 دول النهاردة مع العديد من الشركاء اللي إحنا وقعنا معهم التفاقيات بنشوف معاهم عشان نسرع ونبدر بتنفيذ مراحل من المراحل اللي كانت المفروض مثلاً تدخل آخر 25 أو بداية 26 إن إحنا ندخلها بدري شوية بحيث نغطي الجزء الخاص بالـ 4000 اللي إحنا عايزينهم الموضوع الآخر موضوع الربط مع يعني أشققنا من الدول العربية وعلى أخص المملكة العربية السعودية لإن ده برضو حيخلينا مع بعض الفكرة اللي أنا قلتها هم حقيقة بالمصادفة السعودية بتبقى ساعة الزروة في وقت ما وإحنا ساعة الزروة الأخرى في وقت تاني فمن خلال التعاون وده نفس الكلام اللي إحنا بنبدأ نعمله مع الأردن ومع أشققنا في ليبيا وأيضاً في دول أخرى بحيث إن إحنا نقدر إزاي كلنا مع بعض نستفيد من هذا الموضوع ده برضو حيساعدنا في هذا الأمر الجزء الأخ الخاص بالهايدروجين الأخضر ده طبعاً حيبقى ده شغل مستقبلي إحنا بنتكلم على ثلاث سنين سنتين ثلاثة على الأقل أعبال ما حتبدأ هذه المشروعات تظهر على الأرض وتؤدي الثمار اللي إحنا موجودين أو اللي إحنا بنتحرك عليها الشيء النهاردة كنا بنقشه الحياة بمنتهى الأمانة مشكلة الطاقة الجديدة والمتجددة والخبرة حيبوا عارفين إنها ما بتبقاش بنطلق عليها ستيبل أو سابدة تبقى للوقت يعني ده واقع فعلاً لو جات سحابة لفترة طويلة بتلاقي الانتاجية بتاعت الطاقة الشمسية تقول تقل بالمصادفة عايز بس أدي لحضراتكم يعني مع الحمل الأقصى الكبير اللي إحنا شايفينه كدرجات حرارة الطاقة الرياح مفيش تقريباً الرياح فحتى الجزء اللي كان بيولد من الرياح عندنا نزل بصورة يعني بصورة كبيرة لأن الظروف الجو النهاردة فهي مشكلة الطاقة الجديدة والمكددة إنها مش متزنة مش زي التوليد من النمط التقليدي بترول، غاز، الكلام ده كله دي شغلة 24 ساعة ثابت إنما الطاقة الجديدة والمتجددة ما بتبقاش مستقرة إمتى بتبدأ تبقى مستقرة وبالذات في الطاقة الشمسية إنه يبقى معي ما يطلق عليه بطاريات تخزين يبقى بخزن فيها الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية وده حيبقى جزء يساعدنا في تخفيف الأحمال أو الاعتماد على النمط التقليدي من الوقوت دي كلها الأفكار اللي إحنا النهاردة شغالين عليها وجزء من اللي أنا عايز أطمن حضركم جزء من الـ 4000 اللي إحنا مستهدفينهم قبل الصيف القادم هيبقى فيه جزء طاقة تخزين تقضينا ساعتين بحيث أستفيد كمان من الطاقة الشمسية في هذا الشأن الحكومة خلال عشر سنين اللي فاتت عملت شوت كبير جداً في توفير إسكان ويمكن وفرت أكتر من مليون ونص وحدة سكنية لمحدود الدخل وغير محدود الدخل فيه دلوقتي سؤال بيشغل زهن كاسين والمصرين هل فيه طرح للإسكان الاجتماعي اللي هو سكن لكل المصرين فترة اللي جاية ديت آه طبعاً وده اللي أنا أكدت عليه يعني يمكن إحنا توحد رأكم كنتوا لو اللي كانوا موجودين معايا في الزيارة اللي عملناها الحدائق العاصمة وقلنا إن عندنا 93 ألف فقط في هذه المدينة أنا طلبت من السيد وزير الإسكان يتعامل قدهم فإحنا عندنا على مستوى المدن هذا البرنامج برنامج شديد الأهمية للحكومة المصرية وحتظل مستمرة فيه بقوة في خلال الفترة الجاية ده شيء حيبقى بس بأكد عليه لحضراتكم دورة رئيس مجلس الوزراء السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي يولي أهمية لزاوية الاحتياجات الخاصة وحضرتك طبعاً وحكومة حضرتك بتؤيد هذا التوجه هناك أزمة موجودة في الموانئ المصرية خاصة بسيارات المعاقين ماذا عن هذه الأزمة والإنفراجة القريبة لها؟ شكراً طيب اسمحوا لي أن أنا حطر أن أتكلم في هذا الموضوع بمتاح الشفافية الدولة مدية كل الحق للمعاقين وإحنا القانون لما أقر الدولة كانت داعمة لي أنها تدي حق ونهدي كل المزايا الاستثنائية لزاوية الهمم أنا أحب أن أقول هذا الاسم دا ويلهمة النهاردة كنا بالناقش عشان برضو حضرتكم تبعوا عارفين تخصيص المرحلة الثانية من مشروع الخاص بسكن الموظفين اللي هما انتقلوا لعاصمة الإدارية الجديدة اللي بيتعمل في مدينة باتر اسمه ظهرة العاصمة القرار اللي خدناه الأول أن الزاوية الهمم يكون هما اللي ليهم الأول الأفضلية يختاروا الشوء بتاعتهم وبعد كده بقيت الشوء حنترحها لباقي الموظفين يعني إحنا الأفضلية لزاوية الهمم إن هما ياخدوا الشوء اللي هما عايزينها تبقى للشروط واستحققه ما حدث في موضوع السيارات للأسف إن حصل فيه تجاوزات وحكلم فيها بمنتهى الشفافية الدولة المصرية إحنا في إطار الفترة الأزمة كان فيه ترشيد فيه عمليات استيراد السلع كلها وإحنا تكلمنا بمنتهى الوضوح على استيراد كمان السلع تلمت الصنع والحاجات الاستهلاكية للأسف فيه بعض الفئات وليست بالقليلة استغلت وجود وظروف بعض أولادنا من زاوية الهمم وكانت بيحصل استيراد للسيارات باسمهم وبعد كده بتتخذ هذه السيارات وتعطى لأفراد أخرين أنا بتكلم بمنتهى الشفافية فالسيارة بتيجي باسم الشخص اللي منزاوية الهمم وبعد كده العربية بتتخذ بتتحط أو بيستفيد منها شخص آخر غير مستحق عشان كده لما وجدنا هذه الظاهرة بتحصل وابتدت تتوسع لأنه ممكن طبيعي مفيش خلينا نتكلم مفيش شيء مثالي 100% ممكن يبقى فيه انحرافات واستثنائات لكن لما ابتدت نشعر أن الموضوع بدأ يتزايد كان فيه هناك قرار بإيقاف هذه المنظومة لغاية لما نحط لها ضوابط تضمن بالكامل أن الموضوع فعلا العربية أنا عايز أن العربية فعلا يستفيد منها الابني أو بنتي من زاوية الهمم لكن ما لقيش العربية بتروح لشخص آخر وبيستفيد من المزايا اللي حطها القانون من إعفاءات سواء في الجمارك أو الضرائب لأن دي كدولة أنا حطتها لابني وبنتي اللي فعلا إحنا كلنا شعرين وكلنا عايزين نخدمهم لما ألاقي أن الموضوع بدأ يستفيد منه أفراد آخرين أعتقد ما فيش حد فينا يرضى هذا الكلام فعشان كده كان التوجه اللي احنا خدناه والقرار اللي احنا خدناه إن احنا نوقف هذه المنظومة وتتحطلها الضوابط اللي تضمم إن العربية فعلا تروح للمستحقين الحقيقيين دلوقتي فنم طبعا احنا شايفين تحرك سادة الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على الأرض الواقع ويبقى في تواصل مع المواطنين بس بمجرد الحديث عن التدرك في أسعار بعض السلع بنبتدي نلاقي على السوشيال ميديا في بعض الناس بتتكلم في أسعار وتحدد أسعار يعني معينة للبعض السلع وده بيخلي فيه في السوق أو التجار نفسهم بيغلوا الأسعار على هذه الشعاعات فعايزين يعرف دور الحكومة إزاي تقدر تسيطر على الوضع ده وفي نفس الوقت إنه ما يحصلش يعني يا فنم بص يا فنم تاني أنا قلت هذا الكلام لن يطبط السوق مهما خدت من إجراءات وده دورنا طبعا بناخد إجراءات لضبط والرقابة وكل الكلام ده كله لكن حيحصل إمتى نقطة الاتزان زي ما كانت موجود قبل كده لما يبقى فيه توازن العرض والطلب وده اللي احنا الحمد لله شغالين عليه يكون هناك وفرة في العرض فيبدأ الشركات بتنافس بعضها علشان تبيع منتجتها هو ده اللي بيحقق فكرة التوازن مع إعمال كل الإجراءات الرقابية النهاردة وزيرة سيد وزيرة تموين وزارة الدخلية الجهاز حماية المنافسة الجهاز حماية المستهلك كل ده النهاردة شغالين على هذا الموضوع لكن إحنا قناعتنا تماما بإن بمجرد استقرار وإن يبقى فيه وفرة في العرض في المنتجات وده الحمد لله حاصل دلوقتي بتبدأ الأسعار تستقر وده اللي احنا لمسين وأكيد كلنا في خلال الفترة اللي فاتت عالأقل إذا ما كانش الأسعار بتنخفض عالأقل فيه ثبات وهو ده اللي هو هدفنا إن إحنا نحققه وحاكتاني حأكد على حضركم طول ما حنقدر ربنا يكرمنا وحنقدر ننزل بالتضخم إحنا تاني نقولها كنا وصلين لأربعين في المية النهاردة بقى سبعة وعشرين عايزين قبل آخر السنة ننزل تحت العشرين وقلنا مع خمسة وعشرين نرجع تاني نهاية خمسة وعشرين نرجع تاني ما دون العشرة يعني العشرة في المية تبقى التضخم يبقى كده كدولة حققنا الظروف اللي كنا فيها قبل هذه الأزمات الخارجية اللي احنا ضغطت علينا فضلي هند مختار اليوم السابع هو بس جزء استكمالا للي حضراتك كلمت فيه متعلق بصندوق النقد والشائعات صندوق النقد ارتبط عند الناس بأن بيفرد توصيات بيفرد اشتراطات يعني لو حضرتك توجه رسالة للمواطن البسيط معنى كلمة إن صندوق النقد ده هو مجرد بيشوف برنامج مصري أو بتدعو الحكومة المصرية شكرا حضرتك بوس يا فنم عشان اأكد لحضراتكم لا يفرض علينا شيء احنا لا يفرض علينا شيء احنا بيبقى البرنامج اللي بيتحط بيتحط أولا من الجانب المصري وبتحصل علي نقاشات مع خبراء الصندوق وفي الآخر بيقر مش معنى كده إن 100% من اللي أنا حطيته هم وفقوا عليه بيبقى فيه مجالات للتفاوض بما يحق الصالح العام لمستهدفات معينة بنتفق عليها إيه اللي بيحصل بنا نتفق على مستهدفات عايزين نقلل الدين عايزين نحقق فائد أولي عايزين نزود لاحتياطي عايزين كل الإجراءات اللي احنا بنبقى متفقين عليها بتبقى أحيانا هناك بعض النقاشات والخلافات علي آلية التنفيذ هتبقى إزاي والأهم التوقيتات بتاعتها ممكن يبقى وارد جدا السندوق يقولك ما تصرع الإجراء ده مفروض تنفزه على مدار سنة أنا أقول له لا زروف البلد بتاعتي إحنا مقررين عليهم متفقين لا زروف البلد وطبيعة الظروف بتاعتي بتقول لا الموضوع ده ناخد نمده على مدار فترة زمنية معينة علشان ما نحملش بصورة كبيرة جدا على المواطن ده اللي بتبقى قليات التفاوض اللي بتحصل مع السندوق لكن السوابت اللي بتبقى موجودة في البرنامج بنبقى إحنا اللي حطينها ومقرنها معاهم وبنبقى إحنا اللي ملتزمين بتنفيذها ده اللي أنا عايز أأكد عليه عايز أقولك على حضرتك على حاجة من غير برنامج مع معا أو بدون برنامج من السندوق هل هناك خلاف إن لازم أنزل الدين بتاعي هل هناك خلاف إن لازم يبقى أزود الاحتياطيات بتاعتي هل هناك خلاف أن يبقى فيه تقنين وترشيد حقيقي للدعم عشان يوصل للناس المستحقة ليه وما يحصلش فيه نوع من الانحرافات فيه تبقى سوابة أعتقد أي دولة لازم هتبقى شغالة عليها النقطة الميزة اللي بتبقى بيديها الصندوق أن الصندوق بيبقى كجهة عالمية إحنا كدولة كل هدفنا أن احنا نعمل إيه نكتزب استثمارات خارجية أي مستثمر خارجي لما يجي يدخل على أي دولة بيتأكد هو عايز يتطمن أن الاقتصاد بتاع الدولة دي مستقر وسابط ولا لا إلا حيقولك طب أنا إيه اللي يخليني أدخل في هذه الدولة بيبقى النهاردة وجود الصندوق معنا في هذه النوعية وبالذات في الفترات اللي بتبقى فيها الأزمات أنه بيبقى بيدي شهادة للمستثمر الخارجي أن الدولة دي مشيت من البرنامج فبالتالي ده بيساعدنا على جذب الاستثمارات إحنا بناخد إجراءاتنا جوه البلد وبناخد وبنحسن المناخ الاستثمار وبنعمل كل حاجة لكن برضو بيبقى صوت المؤسسات الدولية زي ما كده يعني خلينا أقولها لحضراتكم ما كلنا ليه بنتابع مؤسسة بدون ذكر أسماء الوكالة العالمية فلان طلعت تقرير عن مصر نلاقي كل رح مطلع ومشير ورايح وبيبص وبيبص عليه لأنه هو المستثمر الخارجي والعالم الخارجي وإحنا بنقول إحنا عايزين نكتذب ونضاعف استثماراتنا الخارجية هو بيستقي بياناته منين؟ مش فقط من الدولة نفسها لازم بيشوفها من المؤسسات الدولية وتقييمها إيه للدولة دي فبيبقى النهاردة وجود مؤسسة زي الصندوق وجود تعاون مع البنك الدولي وجود تعاون مع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات شراكة كل دي بتدي رسائل ثقة لما باجي أععد أنا مع مستثمرين وشركات كبيرة وبقولهم تعالوا اشتغلوا معنا هنا جوه البلد بيبقى متطمن أن البلد دي ماشي في التراكي الصح وبالتالي بيبقى عنده القابلية أسرع وأسهل في أنه ياخد القرار بالدخول للدولة دي والاستثمار فيها فضالي أسماء زيد جارت الوطن كنت عايزة أسأل حضرتك إيه هي أبرز الإجراءات التي اتخذتها للدولة لتعزيز الأمن السبرون لحماية بيانات المؤسسات سواء المؤسسات العامة أو المؤسسات الخاصة الحقيقة النهاردة كان هناك يعني عرض كبير لهذا الموضوع من السيد وزير الاتصالات ولكن طبعا يعني النهاردة فيه إجراءات بالفعل إحنا عندنا وحدة في كل وزارة اسمها وحدة تتحول الرقم والوحدة دي مسؤولة عن متابعة كل البرامج اللي موجودة المجلس الأعلى الأمن السبراني ده موجود وبيجتمع علشان يضع الضوابط والسياسات اللي المفروض كل الجهات بتتبعها لكن الحقيقة إحنا خدنا إجراءات النهاردة وخدنا قرارات معينة خدي بالحضرتك ما ينفعش هذه النوعية من الإجراءات إنها تبقى معلنة لأن ممكن بيبقى قصادها يحصل نوع من محاولات الاختراق لكن اللي أنا عايز أأكد عليه الموضوع ده ديناميك زي ما بيقولوا ديناميكي جدا يعني كل يوم بتحصل آليات علشان يحصل اختراق وحتى مهما كانت قوة أي دولة نحن أتكلم بمنتشف فيه أي دولة في حماية بيحصل نوع من الاختراقات وأعتقد أنتم حضركم بتتبعوا أعتى الدول وأقصر الدول تقدما بتلاقوا هجمات بتحصل عليها من دول أخرى يعني علشان يخترقوا المنظومات بتاعتها اللي أنا بأكد عليه النهاردة إن إحنا بنحط منظومة أمنية أولى وتانية وتالتة علشان نقدر نتعامل مع هذه النوعية من الهجمات اللي ممكن إن إحنا نواجهها في خلال الفترة القادمة زينا زي أي حتة في العالم النهاردة ما بقاش الموضوع ممكن يبقى ممكن يبقى فيه ترصد للدولة المصرية لكن أحيانا بيبقى فيه اختراق ليعني برمجيات معينة زي اللي حصلت بالظرط في الأزمة دي واللي إن معروف إن هذا النظام أو الشركة دي يعني خلينا نتكلم مايكروسوفت ده موجودة على مئات الملايين من أجهزة الكمبيوتر فيوم ما بضرب هذا الموضوع أنا بضرب في كل الدول أنا مش بضرب في دولة واحدة فإزاي إنك أنت تتعامل مع هذا الموضوع ويبقى عندك منظومة حماية الأهم إن يبقى عندك تنوع فيه برامج الحماية مايبقاش اعتمادك على شركة واحدة لإن بقى ممكن يحصل استهداف لشركة واحدة وعايز أتكلم بيبقى أحيانا من الشركات الأخرى هي بقت حرب بكل ما تعنيه الكلمة فالنهاردة يبقى عندك أكتر من منظومة ومعتمدة على أكتر من إطار أو شكل أو برنامج أو شركة عشان لو حاجة وقعت يبقى عندك حاجة تانية كابا كابا مرول بشير جارت الأهرام الاستثمارات وخاصة الأجنبية هو ما تبحث عنه الحكومة حاليا هل هناك مزيد من المحفزات أو التسيرات خاصة بعد لقاء وزير الاستثمار أمس؟ بص يا حضرتك إحنا الحمد لله يعني أنا عايزة أقولها لحضرتك ده بتقييم مؤسسات دولية جات قالت أنتوا حقين أقصى قدر ممكن من الحوافز في القوانين بتاعتكم يعني مصر حتى حوافز أكتر من بعض الدول الأخرى أو أغلب الدول الموجودة في المنطقة الموضوع هو تنفذهم على الأرض إزاي وهي دي مشكلتنا كيف ننفذ هذا الموضوع على الأرض وكيف نسرع ومن وطيرة التنفيذ ونبسط الإجراءات لأنه هو المشكلة اللي بيعاني منها أو الشكاوى اللي بتيجي أنا بقعد مع حدد هائل من المستثمرين بيقول أنتوا عندكم القوانين والتشعات زي الفل المشكلة اتنفذوا الكلام ده على الأرض صح وبأسرع وقت هو ده اللي احنا النهاردة شغالين والسيد وزير الاستثمار هو ده يعني هدف الرئيسي لشغل وزارته تبسيط الإجراءات وناخد فيها قرارات فورية كمجلس وزراء مع بعض فبالتالي هذا هو الملف اللي جاي شغلنا الشاغل مع ملف الصناعة إزاي أبسط الإجراءات الخاصة بتحفيز الاستثمار لأن أنا مش محتاج أي تعادلات ولا إضافة أي حوافز أنا كل اللي عايزه سهولة وسرعة تنفيذ اللي عندي بالفعل النهاردة هستأذنكم ناخد سؤالين كمان ويبقى معنش يعني احنا اتأخردوكم تفضلوا حاضر مسأل خير فان معاوض الغنام اكسترا نيوز في ضوء الإشارة الإيجابية للتعاون بينكم وبين مؤسسة البنك المركزي سؤالي حول نقطة مهمة مرتبطة بطبيعة عمل المجموعة الاقتصادي القروض مرتفعة جدا بالنسبة في البنوك المصري وده بيكون معوق رئيسي بالنسبة للشباب اللي عاوز يستثمر على سبيل المثال في القطاع الصناعي فالمعاقر شين بيحطون في البنوك عفوا بيحطون في الاستثمر العقاري طب أنا عاوز الناس تنزل تستثمر في جانب الصناعة على اعتبار الصناعة ستكون هي قاطرة الاقتصاد الوطني وناس كتير كانت بتقول سؤال ليه احنا تأخرنا في موضوع الاهتمام بالصناعة فياريت يكون ده البداية هل المجموعة الاقتصادية نخشت موضوع ده قريب حنشوف كلام عن مسألة الفايدة على البنوك خبال حضرتك يا فنن في مبادرة بالفعل الحكومة عاملاها للصناعة ان احنا حطين حد اقصى لشركات المصانع ورجال الصناعة ان الفايدة ياخدوا حد اقصى 15% دلوقتي والحكومة وزارة المالية تتحمل الباقي ده بالفعل مبادرة والنهاردة اقرناها ايضا للسياحة كانت موجودة كفكرة النهاردة اقرناها بصورة نهائية برضو للسياحة علشان نشجع رجال الصناعة في ضوء ارتفاع سعر الفايدة انه هما ما يتحملوش السعر ده كله فبحد اقصى 15% واحنا كدولة لغاية لما يحصل ايه التضخم ينزل احنا قبل الازمة دي واذكر حضراتكم كان التضخم لا يتجاوز الاربا وصلنا كنا اربعة في المية وخمسة في المية فكانت الفايدة في البنوك سبعة في المية وستة وسبعة في المية احنا كل هدفنا بنهاية 25 نرجع تاني ما دون العشرة في المية يبقى خلاص يبقى مش محتاج اي مبادرات فعشان لحين هذا الكلام ما يحصل احنا حطين هذه المبادرات وان المالية هي اللي تتحمل فرق الفايدة عشان نشجع الصناعة والسياحة النهاردة ان هما يشتغلوا في هذا الامر طيب تفاضل لا تفاضل ايه 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 تفاضل سيادة رئيس الوزراء يعني خلال الايام الماضية في تحسن شديد جدا فيما يتعلق بقطاع الطاقة احنا بس كنا عايزين نعرف الاستهدافات فيما يتعلق بعمليات استراد الغاز من الخارج يعني اعتقد النهاردة فيه مناقصة مطروحة لشراء خمس شحنات دي حاجة الحاجة التانية يعني كان فيه اجتماع معيني امس واعتقد يعني انا فجئتي بكلمة انه تم الاتفاق الاتفاق او حاجة زي كده فيما يتعلق مثلا بتنمية الحقول فيما يتعلق بمنصات والحفر وخلافه هل ده كان معوق امام شركة ايني ان هي تعمل ولا كان علشان المتأخرة بتاعتها انتو دفعتولها قد ايه وبقيلها قد ايه شكرا بوسي فنم يعني معلش يعني احنا مش هندخل احنا بقيلها قد ايه وكلام ده كله لكن اللي انا عايز اكد عليه هو المبدأ الشركات الاجنبية ودي كانت المشكلة في اطار الازمة اللي احنا كنا موجودين فيها ان تراقم متأخرات لصالح الشركات الاجنبية الشركات الاجنبية هي لما بتاخد المستحقات من الدولة بتعمل بيها ايه بتضخها كاستثمارات اخرى في مزيد من الاستثمارات لاننا مدلهم عقود امتياز في اماكن تانية او بينمي انتاجية الاماكن اللي هو وخدها بالفعل فلما بتاخر ويبدأ يبقى علي مديونية كبيرة اللي هو الاقلاء الشركات الاجنب هو نفسه بيبطأ وطيرة عمله لانه هو كان بيبقى معتمد على انه هو ياخد المبالغ دي من الدولة المصرية عشان يرجع يضخ جزء منها وبالتالي وجزء منها طبعا ده حقه ده ربحه لكن الجزء الاكبر كان بيرجع يضخه تاني في استثمارات داخل الدولة فلما انا اتأخرت عليه في هذا الموضوع ابتدى يبطئ من وطيرة عملية الاستثمارات فبالتالي ممكن يبقى ده بيأثر على انتاجية الحقول بتاعتي هو ده اللي احنا بنتكلم فيه معاه ان احنا النهاردة بنعيد جدولة المتأخرات بتاعتي عشان يرجع تاني ويصرع من وطيرة عملية الاستكشافات الجديدة وبنتفق معاهم دلوقتي على ارقام محددة ارقام محددة في اعادة الانتاج مرة اخرى ان انا اعيد تاني الحد الاقصى في الانتاجية بتاعتي في خلال الكم شهر الجايين ده جزء من حل المشكلة اللي احنا كنا بنتكلم عليها في ضوء لازم ارجع وفكر حضراتكم وفكر المصريين كلهم طب هو الرقم ده تركم ليه لان انا النهاردة اما علش النهاردة احنا اخدنا اجراءات على مدار سنتين ان احنا اخدنا قرار مش هزود اسعار على حد فبالتالي الموضوع ده تأدى الى جزء من المشكلة طبعا بالاضافة الى الازمة الاقتصادية وتغير سعر العملة فبالتالي الموضوع ده يمثل كمان ضغوط عليه الموضوع مركب بصورة اكتر من حاجة لكن في الاخر بقى فيه مديونية على الدولة نتيجة لانها ما نمتش مواردها بالصورة العادية دول تانية اخدت قرارات دول كتيرة وحايز اقول لحضركم دول منتجة للبترول والغاز اول ما حصلت زيادات رحت على طول مزودة الاسعار مباشرة مرة واحدة وكانت بنشوف بتلاتين واربعين وخمسين في المية زيادات مرة واحدة الاقتصاديين بعض الاقتصاديين قالوا انت عندك الزيادة دي زودها مرة واحدة واخلص بس انا ما اقدرش لان انا عندي مواطن انا عارف كويس قوي ان لو عصلت اي زيادات كبيرة بارقام كبيرة تبعياته على كل حاجة هتبقى ازاي فاخترت ايه اخترت البديل ان انا اخد الموضوع على مدى طويل طب في خلال المدى الزمني ده كل السنة ونص دي خسائر على الدولة ما هو انا يعني الرقم معروف الفجوة قد ايه ما هو اما القرارك او تتاخد نظريا اروح مزوده مرة واحدة ويحصل تبعات رهيبة في زيادة اسعار السلع والاشق على المواطن او اتحمل انا كدولة لمدة سنة ونص اللي احنا اعلننا عنها كل الفترة دي هتحملها انا كخسائر على الدولة المصرية هو ده بيبقى قرارات اللي بنبقى مضطرين ان احنا ناخدها لان عنا في الاخر انا عارف المواطن المواطن بيشتكي بيقول الاسعار ازادت بس تخيلوا لو احنا كنا خدنا اجراءات زي الدولة التانية وطلعت بالاسعار مرة واحدة كان هيبقى تدعيتها ايه هي دي بتبقى المنظومة اللي احنا القرارات بتتاخد فيها بطريقة في منتهى الحساسية علشان نتعامل مع كل ابعاد الازمة اخر سؤال صفية حمدي جاريت المال اسمحلي اسأل عن ملف مستجدات الوفدين واللاجئين والحكومة يمكن يعني فتحت الملف ده وكان اخر مولى تلاتين ستة واختصا مع يعني العكسات في الشارع المصري ارتفاعات في الاجارات مختلفة مؤثرة على بعض الناس في الشارع كمان ان التركز في مناطق بعينها ان البعض يتخوف منه المستجدات في الملف ده شكرا حضرتك بس عشان مش عايزين نقعد نثير هذا الموضوع لان في الاخر دول ضيوف مصر ودول احنا طول عمر مصر هي يعني ده طول عمر مصر وده قدرنا واحنا بجمعوا الكلام انشا خلينا بس نتكلم على الموضوع بمنتهى الامانة جزء من قوة مصر ومكانة مصر ان هي طول عمرها هي المقصد والمالجأ لناس كتيرة جدا واعتقد احنا كلنا كمصريين كنا يعني على مدار سنوات طويلة جدا دول بيبقوا ضيوفنا والدولة المصرية القرار الاستراتيجي بتاعها لا بنحط اللاجئين او الضيوف في اماكن محددة زي بعض الدول التانية اللي ممكن بيطلق عليها معسكرات او اماكن بالعكس هما بيدخلوا بيندمجوا جوة الدولة المصرية بيستفيدوا من نفس المزايا اللي بيتمتع بيها الموطن المصري فالنهارده احنا كاجراءات كل اللي احنا النهارده بنعمله هو انه يبقى ماشي في المنظومة القانونية السليمة للدولة المصرية يبقى بيتبع الاجراءات للدولة المصرية النهارده حطاها ومعلناها ويلتزم بيها طب ما بيلتزمش يتاخذ ضدهم الاجراءات اللي زيها زي اي حد ما هو المواطن المصري أنا اسف لو خالف بيبقى فيه اجراءات عليه يبقى بنفس الطريقة طالما هو بياخد نفس الحقوق يبقى عليه نفس الالتزامات والواجبات هو ده اللي احنا بنتكلم فيه مش اكتر من كده لكن في النهاية هم ضيوف مصر وحيظلوا ضيوف مصر ولازم ان احنا كلنا نبقى واخدين بالنا من هذا الموضوع وعايز اقول لحضراتك حاجة يعني جزء من هؤلاء برضو جيه وضخ برضو استثمارات جوال بلد المصرية وشغل مصريين ويساهم فيه نمو الاقتصاد المصري فمش عايزين ناخد الموضوع فقط بمنظور سلبي ويظهر كما لو كان فيه نوع من يعني الطريقة السلبية في هذا الموضوع لازم كلنا نبقى واخدينه بطريقة محايدة هم في الاخر زي ما قلت لحضراتكم ده قدر مصر مصر طول عمرها دولة محورية وان شاء الله حتظل دورة محورية من خلال العديد من الاوجه بما فيها هذا الملف انا بشكر حضراتكم جميعا وكل سنة وحضراتكم طائمين شكرا